اشرف بن شرقي ايه حكايتو بقى اشرف بن شرقي مكمل مع الجزيرة ماشي من الجزيرة الاماراتي هيجي الدولة المصر هيجي الزمالك هيجي لأي حكايت احنا فين في وضع اشرف بن شرقي هو المؤكد ان اشرف بن شرقي نادي الجزيرة بيحاول يشوف له اي عرض علشان يمشي من الفريق السيزون ده حتى لو على سبيل الاعارة مع تحمل الفريق اللي هيضمه الراتب بتاعه اللي عرفته من حوالي كم ساعة ان اشرف بن شرقي قريب جدا من انتقال للدوري السعودي فيه مفاجأة كبيرة اصلا ده انت يعني بص يعني انت عملت المنتدى من بعيد اول عشب بن شرقي ممكن يروح الدوري السعودي ممكن بنسبة كبيرة يروح الدوري السعودي لأحد الاندية المشاركة في دوري ابطال اسيا وهو نادي الفيحاء السعودي فيحاء اصلا كمان بالظبت الفيحاء هيشارك في دوري ابطال اسيا السيزون اللي جاي يحاول يضم لعيبة جيدة تكون إضافة لي في دورة أبطال أسيا فيه كلام كبير وكلام قوي وقريبين جدا من الاتفاق مع عشرب بن شارقي أنه هو يكون موجود ويرجع للدور السعودي في تجربة تانية هي مشكلة عشرب بن شارقي في مرتبه يعني في الجزيرة بياخر 2.5 مليون يورو فده مرتب كبير جدا أن النادي في مصر يدفعه خلانا نتكلم صلاحة نادي حاليا أن يدفعه صعب لكن الدور السعودي قد يكون الوجهة الأنسب والوجهة الأفضل من ناحية المالية ومن ناحية زي ما قال أحمد الفريق هيشارك السنة الجاية في دورة أبطال أسيا فبيكون لعيبة عندها خبرات وزائد كده أن أشرف ما أثبتش نفسه مع نادي الجزيرة الإماراتي ما أداش الأداء اللي كانوا متوقعين منه لذلك هم عايزين يتخلصوا منه فعلا هم ما عندهمش أي مانع يبعوه في حالة وصول عرض مناسب ليه يعني نادي نادي الجزيرة منفتح على بيع عشرب من شارقي لأي نادي صحيح فهو الدور السعودي الأنسب منطقيا جالبا